موسيقى حباء هذا القانون هو قانون إلهي حتى في العهد القديم الله كان عنده اهتمام خاص بالفقراء كان بيتكلم لشعب إسرائيل بالشريعة أنه في السنة السابعة بتكون سبت يعني بتريح الأرض لسنة كاملة بتتركها لكن بيعطي السبب ليأكل فقراء شعبك لا تقسي قلبك ولا تقبد يدك عن أخيك الفقير بل افتح يدك له لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض في سفر التثنية كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بره إلى الأبد تعرف حبائي في موضوع العطاء كثير مرات بننشغل بالأنشطة الدينية لكن الأنشطة الظاهرة التي يراها الناس لكن السؤال ما هو الدافع لهذا العطاء مهما تعمل وطبعا هذا الاحتياج رح يضلوا لمجيء المسيح ثانية احتياجات للخدمة احتياجات نشوف أنه مساعدة الفقراء احتياجات أنه نبني ملاجئ مستشفيات مدارس الاهتمامات بالمرأة والأطفال والمجتمع وأنه فعلا نساعد الناس في الدول المتضررة والدول الفقيرة نبني عيادات نساعد الناس اللي ما عندهم مش الإمكانيات أنه يعني يقوموا بهذه الأعمال ترجمة نانسي قنقر